صدفة البعض خرج التقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على ما يسمى بلينيت يعني الناس ليس لديهم كوين و ليس لديهم شغل وهم شباب تمنى الله أنه يعني الضفية ديالو أنه عادية ما شيء الضفية ديال لكتلقى مع يعني مع البلان ديال ميمان داو وإلا وإلا هذه إشكالية ستطح المؤسسات الدجتورية ولكن هناك ضرور أنه نعطيهم البنفس دود هذا فقط نقول لكم بأنه هاجس كنتقاسمه مع المجلس ولكن سمحوا لي ماشي ديال اليوم يعني لم يجابوش لي نشي حاجة جديدة هضروا بعيد المليون أنا إلا سمحوا لي يمشيوا فقط الواحد لباش واحد لباش ثمانية وثلاثين فأش كنت كان وجد البرامج ديال الحزب مصر التقاف باشت تخونتويت هضرنا على هادلينيت وهذا على خمسة المليون ديالناس وهذا على رب عالي ديال الشباب الإشكالية اللي كي خرجوا من المدارس هذي دو كميتين وخمسين ألف تقريبا اللي في أعتاركم اللي كتخرج من المدارس ولا من لا فورماسيون ما كيمشوش لا فورماسيون وما كيخدموش وكيبقوا وغالثين وهذه إشكالية وإشكالية فأنا كنت كانت منى أنه لأن الجديد ماشي هو أن تكلموا عليهم الجديد هو لقوا الحلول كنت منى أن نشط الحلول اللي جابيهم من المجلس غير مقنعين زعما ما نقدرش نتغل بهم أنا كحكومة باش ن يعني ما نقدرش نتغل بهم كحكومة باش نتبقهم ولكن لابد أن نذكر أنه يعني ما كتفي ناش بتسخيص دانا إصلاح منظومة ديال التعليم ووعدها هدف تقليص من تسبة الحضر المدرسي بالتولد دابة فلوبجيكتيف ديالنا ديال الريفوم ديال الإدوكاسيون وهدوك مئتين وخمسين هدوك اللي كي خرجوا كل عام بغينا لوتيا ميبقاش خرج دونك هدي هايكينا يعني في إصلاح منظومة ديال التعليم و باش غاد ندوهات في غن ندوه بالنقل إطعام المدرسي داخليات برنامج ديال الدعم المدرسي لأنشيطة الموازية كان واحد العدد اللي اللي يمزور ديال المدرسة ديال المدرسة ديالكسيلانس وهذا اللي غادي تخلي أنه إن شاء الله هاد العدد إنقص على الأقل بالتولد تانيا كالاستثمار في المدرسة يعني ديال فوسة التانية اللي كان من قبل ولكن اليوم كان عود نزيد ونعزوه وهذا السنة تم خلق ستاش المركز الجديد وتم رافع عدد المستفيدين بعشرة في المياه للوصول تقريباً الكاثورة لثمانين ألف مستفيد هذا المدرسة للدوزيام شانس إنه حتى ما كيلاقى حتى شيء في نيادة حتى عود يدخل ألا يتعلم شي صناعوة ويتعلم ويقوم من المينام وكأن كذلك تحقيق نتائج مهمة لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية حيث ترفع المعدل تمدرس الفتاة القاروية التي تبلغ 60% بالمناطق المستهدافة هذا الذي يدل علىهم هذا البرنامج بزيادة بنسبة 15% مقارنة مع سنة 2017 كي لوكودين يعني لوكودين إطلاق استراتيجية المغرب الرقمي 2030 الذي جاء إن شاء الله في هذه الأسبوع المقبلة المغرب سيكون عنده استراتيجية رقمية مضبوطة لتحرك لعدد الشباب وهذا شيء من الكودين نحاول أن نكون مع المغرب الرقمي 100 ألف شاب سنوياً في المجال الرقمي عوض 14 ألف سنة 2022 ووضع هدف تشغيل 240 ألف في القطاع الوطني الرقمي في المستقبل إن شاء الله وكذلك كان تعميم المدن للمهن والكفاءات وانطلاق الدراسة فاربعة لذلك كلها وتعزيز تشغيل الصفوف الشباب في ضل ظروف الأزمة مع البرنامج الذي قلنا به في ورش سأعرف أننا لا تركب هذا البرنامج قلنا نضي برنامج فرصة وورش لأننا الاقتصاد جامد وقف مع الحركة الكوفيد وقلنا نريد أن نحرك بعض الناس لكي يتعاود أن يأخذ العمل وليس يتعاود أن تخدم وقلنا هذه البرامج ولكن قلنا نرى أنه لا تفوت عامين دائرة الفرصة يعني انتهى في السنة الماضية نحن البرنامج القواش سيكون بشوية بشوية سيكون قص لأنه يجب أن نعطيه لأن الناس يعمل ولكن يجب أن نعطيه إمكانيات مع الشركة وحد العدد من هذه الناس لخمسين ألف تقريبا من هذه البرنامج لقاء الخدمة من بعد يعمل وهذا شيء يعني وهو جد إيجابي ولا علاقة لهذا شيء مع برنامج الفرصة برنامج الفرصة لأنه لا يجب أن نعطيه لا يجب أن نعطيه كثيرا لخمسة أربعات المليون والناس لا يعرف لا هذا برنامج محدود للشباب الذي يمكن في هذا الذي لديه الإمكانية ويجب أن يكون مستثمر ويجب أن يأخذ الريسك ويجب أن يشتغل ويجب أن يأخذ 21 ألف مقاولة وكوبراتيذ التي استفدت من هذا البرنامج الفرصة ولكن لكي نختار 21 ألف 300 ألف لإحطة الدوسي ديالها لا يمكن أن يقول أنه لا يوجد لكي نتحدث برنامج لديه 300 ألف مقاولة قلت أن أريد أن ندخل هذا البرنامج يعني هذا بعدها بغاس